في تنافس وامسية اللقاية لهذه الليلة بتحديات مستمرة بانطلاقات متميزة على ارضية ميدان الوثبة بهذه الانطلاقات وهذه التحديات المتميزة في هذه الليلة الرمضانية المباركة نسير مشاهدين متابعين الكرام مع شوط جديد وهو الشوط الثالث عشر الذي يحمل لنا انطلاق ادفية القعدان المهجنات الاصائل نذهب الى المقدمة لنتابع المراكز الاولى على المركز الاول من يتقدم بهذا الانطلاق على المركز الاول ياتينا سراب محمد بن سالب بن سعيد الدرعي الذي يقدم لنا سراب على المركز الاول بينما في المركز الثاني متابعتنا يلال الطام احمد بن سالب بن احمد المنصوري يقدم لنا للطام على مستوى المركز الثاني النغلة التالية يلال المركز الثالث لنتابع الوصول في هذا الانطلاق هذا هو متقدم الناصي سعيد بن عبدالله بن احمد الظاهري على المركز الثالث المركز الرابع المتواقد مبشر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا او هذا هو مهذب مهذب قادما في هذا الانطلاق على المركز الرابع غانم بن سعيد بن زايد المزروحي يحتل رابع المراكز نتابع الاسماء القادمة في هذه اللحظات من يتقدم على المركز الخامس في هذا الانطلاق هنا القادم في هذا الاندفاع وهذا الحضور له وهو حساس سيب بن علي بن كليب الاكتبي يقدم لنا حساس على المركز الخامس المركز السادس يأتينا بهذا الانطلاق المتميز هناك على الزاوية الاخرى على التحديات الاخرى من القادم في هذا السيل القارف من هذه الشعارات المشاركة المعلنة للانطلاق هنا يتقدم في هذه اللحظة بناخذ القادم اللي هو فلاق مبارك بن حمد بن مبارك النابط المر يقدم لنا فلاق ايضا هناك على الطرف الاخر يتقدم في هذا الاندفاع البشر بدر بن محمد بن عبد الله العامري يقدم لنا هذا الاسم في هذه اللحظات المتميزة ايضا ارى الوصول في هذا الانطلاق هذا هو القادم بكل قوة شمعدان فلاح بن قادم بن محمد الرميثي ايضا على المركز العاشر مشكور علي بن راشد بن ناصر الدرعي هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عدينا الى مسامعكم الى مشاهدة حضراتكم العشر المراكز الاولى في هذه الاجواء التنافسية وفي هذه المتابعة من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان الانهيان حفظه الله هنا في هذه المتابعة مع تحديات اللقاية مع تنافس اللقاية هنا نرجع الى الصدارة لنتابع المركز الاول لنتابع التحديات الاولى هذا هو سراب محمد بن سالم بن سعيد الدرعي الذي يقدم لنا سراب المركز الثاني على القانب الاخر ياتينا بكل قوة للطام احمد بن سالم بن حمد المنصوري يقدم لنا للطام على مستوى المركز الثاني في هذا التنافس القوي في هذا الحضور المتميز ارى الاسماء بدت بالتقدم هذا هو المتقدم في هذه اللحظات ناصي السعيد بن عبدالله بن احمد الظاهري على المركز الثالث المركز الرابع يتقدم مهذب غانم بن سعيد بن سايد المزروعي المركز الرابع ياتينا بكل قوة هناك ربدان احمد بن سالم بن علي بن عبدالله الاعفاري يقدم لنا ربدان على الزاوية الاخرى على السياق الخارقي شاهين علي بن سالم بن طويرش الاعفاري يقدم لنا هذا الاسم ايضا الاسماء القادمة كذلك شمعدان فلاح بن خادم بن محمد الرميثي يتقدم في هذه اللحظات ايضا الواصل بكل قوة النادر عبيد بن سالم بن راشد بالحمالة الاكتبي يقدم لنا هذا الاسم ايضا بدأ بالاطلاق المتميز ادهم عبدالله بن صالح بن محمد العقمي ولكن اين التحديات الاولى ما شاء الله تبارك الله التغيير مع شمعدان شمعدان الذي تسلم المهمة ليعلن حضوره مع المركز الاول هنا بهذا الاداء القميل عندما وصلنا منطقة الاعلام الخليقية هنا شمعدان بدأ يعلن حضوره الى مستوى المركز هنا في هذا الاندفاع القميل وفي هذا الحضور هناك نرجع الى الصدارة الى التحديات هذا هو سراب سراب مع الارمائة متر الأقيرة والتحديات المميزة سراب 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 ينطلق السراب على المركز الاول محمد بن سالم بن سعيد الدرعي الله 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 يسراب هذا هو سراب هذا هو سراب يوكد حضوره الفوز له انتصارات ماضية له انتصارات ماضية تهارينة والناموس الى محمد بن سالم بن سعيد الدرعي على فوز سراب بالمركز الاول لحظات اصوله الى قط نهاية المركز الثاني يذهب من نصيب الاطام حميد بن سالم بن حميد المنصوري المركز الثالث كان من نصيب ادهم عبدالله بن صالح بن محمد العقمي والمركز الرابع المركز الرابع يذهب الى شمعدان فلاح بن خادم بن محمد الرميثي والمركز الخامس هناك يذهب من نصيب الفاد محمد بن ناصر بن شافي القحطاني هكذا تابعنا الشوط وتحدياته تهارينة والناموس الى مالك اللي هو سراب محمد بن سالم بن سعيد الدرعي الذي حقق الانتصار بالمركز الاول لحظات اصوله الى خط النهاية معانقا الفوز والانتصار بهذا الاداء الجميل محققا هذا التوقيت الزمني المتسجل بهذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق سبع دقائق ننتظر التوقيت بهذه اللحظة سبع دقائق سبع عشرين ثانية قزو واحد من الثانية تهانينا على هذا الفوز والانتصار بينما في المركز الثاني حل في مركز الوصافة وهو للطام حمد بن سالم بن حمد المنصوري حيث حقق توقيته وقدره سبع دقائق ثنين ثلاثين ثانية ثمانين من الاجزاء من الثانية بينما في المركز الثالث يذهب من نصيب المركز الثالث كان من نصيب يذهب عبدالله بن صالح بن محمد العقمي بتوقيته وقدره سبع دقائق ثلاثة ثلاثين ثانية وسبعة من الاجزاء